اشتركوا في القناة تحديدا من المهاجمين الأجانب في هذه الكرة المصرية العريقة اسم كبير اسم تاريخي نتشرف جدا بتواجده معنا هو الاسم الأبرز في منتخب بلاده المنتخب الأنجولي صاحب هدف في كأس العالم صاحب أهداف كثيرة في كأس الوام الأفريقية صاحب أهداف رائعة وتاريخية مع الأهلي بدورة أبطال أفريقيا وفي كأس العالم للأندية المهاجم الأنجولي أماضو بلافيو مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معي شكرا طبعا دايما بيبقى شرف كبير لي أني أكون هنا في القاهرة وطبعا أنا مبسوط جدا بوجودي هنا معكم إحنا لما قلنا النهاردة أنك هتبقى موجود معنا موجود على التلفزيون المصري موجود وسط الشعب المصري موجود وسط جمهير النادي الأهلي سعادة بالغة بتواجدك معنا أنت إسم تركت ذكريات سعيدة وعظيمة مع جمهير النادي الأهلي عظيم طبعا أنا عارف أن أنا مرحب بي هنا في مصر وطبعا أنا مبسوط جدا بتواجدي هنا في القاهرة بقى لحوالي سنتين ما جدش هنا مصر وطبعا ده شيء يشرفني أن أنا أكون هنا في القاهرة بس أنت على تواصل مع جمهير مصرية وتواصل مع لعبين سابقين لعب ومعيك أنا عارف ده كويس وانت بتتكلم مع لعبين سابقين وعارف أن الجمهير المصرية دايما تتواصل معك تحديدا على السوشيال ميديا طبعا أنا بتتكلم مع بتواصل مع لعب كتير من زمان حتى البعاد حتى الراهبين بنتكلم طبعا مع جمعة كابتن جمعة كابتن شيدوس الرياضيين والعيبة من اللي إحنا كنا إن إحنا دايما بنتكلم كتير على الموقعات تواصل الاجتماعي وطبعا كابتن شاوئي طبعا الحياة المدربين ما بتخلناش دايما نبقى عندنا وقت إن إحنا نتكلم دايما لإحنا دايما بنبقى مشغولين بس طبعا إحنا طبعا أصدقاء جدا وما بنا علاقة قوية جدا ماذا عن مانويل جوزي؟ مانويل جوزي هو الشخص الأكثر وسوقا في إمكانياتك يمكن على مر التاريخ؟ طبعا هو جزء من عوامل نجاحي هنا في مصر لإنه هو وصل فيها جدا حوالي ثلاث سنين أو أربع سنين وهو قبل ما يجي هنا وهو كان بيتكلم معايا وطبعا كابتن جيل بيرتو كان هنا وما قدرناش نوصل بس طبعا بعد كده في 2005 تكلمه تاني وكلمنا بسرعة جدا مع بيترو أتلاتيكو ووصلت لمصر علشان ألعب طبعا كانت أول مرحلة لي كانت عادية جدا كنت طبعا بعمل أجوان أو كنت بشوط على جون دايما ووصلت هنا عملت دايما ماتشات كويسة جدا حاولت دايما أن أنا أبقى موجود في الملعب بشكل كويس دايما كنت بحاول أن أنا أوصل للألقاب الكتيرة بس طبعا الماتشات كان صعب أن أنا أوصل للمستوى دا في أول ما وصلت بس طبعا الحمد لله وصلت للمستوى دا عادة يضرب بيك المثل في أي لعب نحتاج أن احنا نصبر عليه يعني يقول لك أصبر على اللاعب الفلاني زي ما صبرته على بلابيو بلابيو لما صبرنا عليه قدم أداء ممتاز وسجل أهدافه كان هداف الدوري بقى يضرب بيك المثل دائما يضرب بيك المثل في الصبر على اللاعب أنت لما جيت النادي الأهلي في 2005 كان حصل انكسار في السكة بينك وبين جماهير النادي الأهلي لاحظت دا في المدرجات وانت كنت موجود وقت ما كان الجماهير موجودة في الملعب أكيد لاحظت دا في المدرجات احكي لي وقتها أشعورك كان عامل إزاي والجماهير كان بتبقاش راضية عنك أظن طبعا أنهما ما كنوش دايما مبسوطين من اللاب لأن الكورة ما كانش دايما بتتعامل ما كانش دايما بتدخل في القول ما كنتش قادر تماما أعمل القول بس كوتش جوزي قال كنا مع بعض على التلفزيون وسأل وواحد من الريبورترز واحد من الصحفيين سأل كوتش جوزي قاله إيه اللي حصل لفلافيو كابتن جوزي هو اللي سأل الصحفي فالصحفي ما عرفش يرد على كابتن جوزي ما عرفش يرد على يقوله إيه بس فجأة اللي جوان بدأت تدخل وبدأ فلافيو سجل اللي جوان قاعد جدا أنا دايما كنت عقليا ونفسيا قوي جدا لأن دايما كان لازم أعدي كل الانتقادات وطبعا عدم فهم اللغة العربية طبعا كانت بتساعدني جدا لأن أنا ما كنتش متابعة دايما الانتقادات كلها فطبعا ده ساعدني أن أنا أعدي اللحظات داية وطبعا ده أتمهزش من عزمتي وفي الآخر في آخر من 2005-2006 كابتن مانويل جوزي قال لي بالراحة جدا هنروح على كأس العالم في 2006 رحنا على كأس العالم والسنة اللي بعدها هترجع تاني على النادي الأهلي علشان احنا وصقين فيه جدا وطبعا في 2006 مرجعت أول مرجعت بدأت الأجوان تظهر ولازم طبعا اللعيب يكون قوي جدا عقليا وزهنيا السنة داية السنة داية أنا طبعا قدرت أغير من قدرت أغير من أن الكورة ما كانتش بتدخل الأجوان بس طبعا أنا قدرت أشتغل على نفسي علشان اللي جوان تقدر تيجي أسرع وأسرع طيب أكيد قبل ما أخد المداخلة أنا معايا مداخلة مهمة جدا مع واحد من أصدقائك أنت ذكرت أسمائهم دلوقتي بس قبل ما أخد المداخلة دي عشان أقفل الجزئية دي أكيد في لحظة من اللحظات أنت حسيت فيها باليأس أو بنقدام الثقة أنت حس إن الكورة مش متوعاك الكورة ما بتدخلش المرمى فحسيت فيها بقلة ثقة فقلت لأ أنا كده وضح إن الدنيا مقفولة معايا مع النادي الأهلي هل فكرت في لحظة إنك ترحى عن النادي الأهلي إنك تطلب رحيلك عن النادي الأهلي أدام الكورة مش متوعاك مع النادي الأهلي أي لحظة تيأس مش أقول إن أنا فكرت في أي لحظة من اللحظات إن أنا أخرج من النادي الأهلي إن أنا دايما كنت واثق حتى اللعيبة اللي جنبي على الملعب أنا كنت واثق جداً فيهم إحنا ما كناش عارفين أنا ما كنش عارف أنا أقدر أعمل إيه بس ساعتها ما كانتش كورة بيتيجري معايا دايماً بس طبعاً طبعاً أنا دايماً كنت واثق في نفسي جداً كنت واثق في اللعبة اللي جنبي وكنت دايماً بقول إن دايماً الوقت هو اللي هيغير كل حاجة ودايماً الوقت هو اللي هيخلي أو اللعب الكويس هو اللي دايماً هيخلي الليجوان تدخل وأول ما الليجوان تدخل على طول هلأ إن شاء الله إن اللعب كان كويس جداً وأنا عمري ما فكرت إن أنا أسيب النادي الأهلي وأرجع لأنجولن اندع عمره مكان في دماغي ساعده معايا دلوقتي على الهاتف صديق عزيز ليك ذكرت اسمه دلوقتي هو النجم الكبير واحد من أهم وأبرز نجوم النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس يا كابتن وائل صباح الفل مشرف ومنور زكريم عملي أخبرك ايه مشرفني ومنور الله الحمد لله تمام كنت بسألوا على أصدقائك في النادي الآن ونس اللي بتتواصل معهم حتى الآن فقال لي ويا رياض شيتوس بتواصل معي شيتوس طيب ولسه مكشر ولا بيحق بحاول معامل بدري يعني بحاول بس هو يعني فاكك شوية النهار ده فاكك فاكك وانت واضح ان انت دخلت خليته يضحك اكتر كمان خليك معايا كابتن وائل لحد اخير الحلقة لو سمعت طيب قول له بص انت قول له بس قول له فاكر شيتوس لما كان بيقل الطرق السعيدة هيا بص حتى يدحك دايحك دلولتي على طة اول مان بترجم الترجم له هيا بص يعني تحك اوكي اياه ها كابتن طب فاكر كان بيعليده اجاي سيارة كالي تايمة وامرس اين ايوا طبعن كان دايما بالكاتفو الاعلى وكان دايما شيتوس كان دايما بيهازر معكبتن طارق بطل طيب انا دلالتي كريم انا عايز اراحب بفلافي طبعن نكب كبير جدا ونعب كبير قوي وانا تشرفت ان انا اتزاملت معاه في النادي الاهلي ويمكن فلافيو انا سامع الحوار بتاعكو بس عايز اقولك على حدا مهمة جدا ان في السنة اللي هي تعتبر السنة كبيسة بالنسبة لفلافيو ما كانش يبحث فيها اهداف خالص وكان متقلق جدا في التمرينات يعني هكنا نستغرب نستغرب في التمرين كان بيجيب جوان من كل حتة وبيعمل كل حاجة في الكورة فلافيو من الفلاو ده الولايلي اللي لا لعبت معهم يا كريم اللي حريف ولعيب وبيعرف يجيب جوان بدماغه وبركله وبطرق كتيرة جدا وتحرفاته طبعا رهيبة فاحنا ما كناش يعني كنا مستغربين ان فيه سوق توفيق انما كنا عارفين ان هو لعب كبير يعني ما كانش عندنا ادنى شك يعني طبعا الجمهور ما بيتفرجش على التمرين الجمهور ليه التسعين ديها اللي بتبع في المباراة انما احنا كلعيبة زاملنا في الملعب التمرين فاحنا شايفين تقلق غير طبيعي طيب كابتن والي هستقلك سؤال في الجزائي دي جزائي تلعيب كورة بقى انت اللقاءة راجل موجود في الملعب مع اه فلافيو انت وانت حاس انت بتديره كورة بتديره سروب بتديره عرضية لا لا فلافيو مش هيبة جنفة مش هدق يعني فكرة ان انت كلاعب ده في المباراة ولا في التمرين في المباراة سكتك بتبدأ تقل في المهاجم اللي جنبك يعني تبقى لا وده بتحصل يعني من اللعبين يقولك لا لو ديتهلو ممكن ما عافش يتصرف فتديها لحد تاني دي حصلت حصلت من اللعيب النادي الاهلي لا لا ما حصلتش لسبب يعني الواقع بيقول غير كده الكلام دهوت لو ما جاليوش فرص لما وجات له فرص جات له فرص من تحت الفرص من زميله فكان وقل الرياض بيعمل له كان ابو تريكا بيعمل له كان فرقات بيعمل له كل اللعيبة اللي لعبت في المرحلة دي اللي هم البلاي ميكر اللي بيقدروا انهم يصنعوا لعب خلقوا له فرص انما هو ما كانش موفق في السنة الاولى انت ما انا بكلمك باع في التمرين لما كان بيعمل له نفس الفرص كان بيحرز وبيحرز بشكل ممتع ففلافيو ما احنا ما كناش ألقانين وكمانوا الجزء مش ألقان خالص انما هو سوق التوفيق لازمه انما بعدها فتحك بشكل كثير انا افتكر بوقف والله يعني ابو تريكا في قبل نهاية الموسم اللي فلافيو ما كانش موفق فيه وابو تريكا قال لي فلافيو ده هيبقى 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 في الدوري السنة الجاي والتورة ابو تريكا ده يعني طب يعني قول ان هو هيفتح بس يجيب جنين ثلاثة انما هيبقى هدافة دوري التوبس كورر قال لي والله هيبقى هدافة دوري وقد كان كان هدافة دوري بعدها سنة اللي بعدها على خو صح؟ مسلمين مسلمين مع النادي لأك طيب بزرط لحظة رافيو تفتكر ايه بقى ليه شيتوس معاك تفتكر له ايه ذكرياتك معاه في قط اللبس وفي الملعب شيتوس واحد من النجوم الكبار في تاريخ النادي لأهلي طبعا كان دايما احنا بنفهم بعض كويس جدا دايما كنا بنهزر مع بعض كتير جدا والدعابة كانت دايما روح الدعابة كانت دايما كويسة دايما كان عنده الطريقة الحلوة ان هو يهزر ويقلد بعض اللعيبة كانت طريقة جميلة جدا وكانت مضحكة جدا فكنا دايما كان عندنا طبعا صداقة قوية جدا انا فاكر جدا من اول جون مع الاهلي كان جون مهم هو كان قاعد على دكتة البودلاء بس هو اول ما جابت لجون انا شفته كان مبسوط جدا وهو كان بيشاوري انه هو مبسوط جدا لاني كنت جبت لجون بدماغي بالهد بس هو كان مبسوط جدا ودي حاجة انا شفت ان اللعيبة كلهم كانوا مبسوطين جدا وانا شفت ان هما كانوا مبسوطين جدا وشفت ان هما كانوا مستنين ان يجيب جون وكابتن شيتوس كان على كان على دكتة البودلاء يومها وانا شفت في عينه الفرحة وشفت في عينه ان هو كان مبسوط جدا ان انا جبت الجون اليوم ده النجم الكبير رائع محترم ومهزب الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة مع النجم الكبير امادو بلابيو شكرا جزيلا كابتن وائل طيب هكمل معاك عدينا المرحلة الصعبة السنة الاولى الصعبة جدا على بلابيو وصعبة جدا على جميل النادي الاهلي وصعبة جدا على عيبي النادي الاهلي وجهازهم الفني خاصة ان الجميع كان يصق فيك ايه هي المباراة اللي حسيت انه يعني انا هفتكر المباراة كانت امام المقولون العرب المباراة دي انت وصلت فيها للجون في السنة الاولى وصلت فيها للجون كتير جدا وسنة حتليك فرص سهلة جدا انا ساعتها قلت لا الكرة مش متوعف لا فيه ومفيش فايدة مش هيسجل خلاص يعني مهما نحاول مش هيسجل عشان المطش ده تحديدا انت وصل لك فرص كتير فاكر المباراة دي انا مش فاكر كويس جدا المطش ده بس فاكر ان المقاولين انها كانت واحد من المطشات اللي كانت صعبة اللي انا ما جبتش فيها جوان بس انا فاكر جدا ان ده كان في اول سنة ما كنتش جبت جوان تماما في المقاولين بس السنة اللي بعدها واحد من الفرق ان انا جبت فيهم جوان كتير وطبعا انا رجعت ااخد الثقاف نفسي لما الكورة كانت بيجيلي واوصل للجون بس طبعا انا دايما كنت بحاول اعمل كل اللي عليا علشان اوصل للجون وعلشان اشود جوه الجون وانا ما كنتش متخيل او ما كنتش عارف ليه الكورة ما كانتش بتدخل الجون بس اول ما الدنيا بدأت تفتح والكورة بدأت تدخل الجون الحمد لله الدنيا بدأت تبقى لما وصلت انك تسدد ضربة جزاء ودي ممكن اللي كان فيها زعى الكبير من جميع النادي الاهلي ضربة جزاء قدام نادي الزمالك في نصف نهاية دورة ابطال افريقيا وضعت منك ضربة الجزاء كمان انا بس انا متخيل احساسك بالحظ العسر انه حتى كل الفرص المتاحة اللي ممكن تبقى سهلة للتسجيل كانت بتدع منك رغم ان انت بعد كده اثبت 100% ان انت مهاجم كبير جدا ومن طراز رفيع طبعا ده عادي هي نفس الحكاية مع نادي تاني اللي كان المقاولين لما كان فيه بانالتي برضو والكابتن مانويل جوزيك كان عايزني انا اشوت البانالتي لان انا كنت محتاج ان اجيب اجوان وبردو البانالتي ما دخلتش وده كان حاجة من الحاجات اللي كانت بتدايق اللعيب وطبعا كانت الناس كانت دايما بتشوف ان دي حاجة وحشة وانا كنت نفسي بشوف ان دي حاجة وحشة جدا ان البانالتي ما دخلتش بس طبعا السنين بعد كده السنين بعد كده كانت سنين كويسة جدا كان فيه دربي قوي جدا ضد الزمالك وكان مطش من المطشاطر حلوة جدا هذه كانت السنة الكبيسة في تاريخ بلابيو مع النادي الاهلي سنين بعد كده كتيرا كانت رائعة وعظيمة مع النادي الاهلي هتكلم فيها مع بلابيو بعد هذا الفاصل خليكم معنا يهلا بحقاكم مرة أخرى استر شرفني ومنورني النجم الكبير أماضي بلابيو مهاجم النادي الاهلي الأسبق طيب بعد السنة الأولى صعبة جدا مريت بسنين كتيرة عظيمة في السنين الكتيرة العظيمة تلات سنين مع النادي الاهلي متتالية بطولات بالجملة أنت أفاكر عدد بطولاتك مع النادي الاهلي أو نسيهم الأول حوالي 15 أو 13 18 بطولة يلا أكتر كمان 18 بطولة مع النادي الاهلي في فترة قصيرة جدا إيه أبرز بطولة فاكرها مع النادي الاهلي إيه أغلى بطولة ليك مع النادي الاهلي ما تنساهاش أظن 2006 كانت من أحسن البطولات هي أحسن لحظات في 2006 للنادي الاهلي ولي إحنا وصلنا لنهائي كانت صعبة شوية لأننا جبنا الجون في آخر دقائق من المتش وأظن كانت الصنة الثالث في كأس العالمي الأندية كانت صنة عظيمة وصلت أن أكون أحسن المسجلين الأجوان في الدولة المصري هي دي أظن أن دي أحسن سنة ليا مع الاهلي في مصر رغم كده أنت سجلت هدف حاسم في 2009 خد بيه النقدي الاهلي الدوري الممتاز من الإسماعيلي لو تفتكر تصورت أنك هتحدث عن هذا الهدف وهذه البطولة لا بس كانت أنا دايما كنت دايما من العيبة اللي دايما بحس أن هي طبعاً 2009 كانت سنة من السنين الصعبة بس ما ظنش أن دي كانت أفضل سنة ليا كانت 2009 اللي كانت أفضل بالنسبالي واللي كانت بالنسبالي أن أنا ظهرت مع الأهلي وبدأت أعمل أجوان وبدأت أصاوب وهي السنة اللي أنا ساعدت أكتر ساعدت أكتر الأهلي أننا نكسب بطولات أكتر أنت الآن مدرب وعندك مهاجمين في فريقك لما بيجي لك مهاجم وجي يتعلمه يلعب ضربات الرأس إحنا بنتكلم مع واحد من أفضل مسدد الكراب ضربات الرأس يمكن في تاريخ الكارة الأفريقية إيه هي التفاصيل؟ إيه هي المهارات اللي اللعب المفروض يعملها؟ أنت كنت بتسجل برأسك من أي مكان في الملعب من أي زاوية من أي بوزيشن ممكن بتقول له إيه؟ عظيم أظن أن بالنسبة لي ما كانتش حاجة صعبة بس طبعاً أنا مش طويل جداً علشان أعمل جوان برأسي بس طبعاً مش لازم أن العيب يكون طويل جداً علشان يعمل جوان برأسي بس طبعاً هو لازم اللعيب يعرف اللعيبة اللي معاه أو زميله اللي على الملعب مكانه في الملعب عامل إزاي؟ لما حد هيرفع له عرضية إزاي؟ هيرفعه هولو فين؟ فأنهي مكان بالضبط في الملعب لازم يعرف كويس أوي المكان اللي هيوصل للكورة فيه لازم يعرف المكان أو اللعيب إكس هيشوت الكورة اللي أنهي مكان في الملعب وطبعاً لازم يكون فيه سرعة في الأداء لازم يكون فيه سرعة للوصول للكورة ما ينفعش نطلع قبل الكورة ما ينفعش نطلع بعد الكورة أظن أنه هو ده كل حاجة كم مرة سمعت زميلك وشريكك في خط هجوم النادي الأقلي إذا أعماد متعب يتحدث عن الضربات الرأسية وإزاي تتلعب بنفس الكوة في نفس الزاوية اللي جاية منها الكورة وقال إن منوال جوزيك كان دايماً يعلمكم بشكل كويس جداً ضربات الرأسي دي وإزاي تتعاملوا معها؟ وهو دي طبعاً كانت واحد من الأسرار الكبيرة من كابتن منوال جوزيك كان وسامة حسني وكابتن متعب ناس كانوا لعيبة من اللعيبة الكبار إنهم بيعرفوا يلعبوا جداً ضربات الرأس كانوا بيلعبوا كتير جداً ضربات الرأس اتمرنا كتير جداً على ضربات الرأسية إزاي نلعب من الضربات الهوائية وطبعاً في المنتخب الأنجولي دايماً كنا بنلعب على الكورة الرأسية كتير وطبعاً دايماً لما المدرب بيلعب بيدرب اللعيبة على الدربات الرأسية أو بيدرب اللعيبة على المهارات دي طبعاً المدرب بيبقى عليه عامل كبير جداً عظيم جداً هنستجمل فيما يخص مبارياتك التاريخية والكبيرة في كلاسيكيات الكورة المصرية وأبرزها طبعاً الكلاسيكو الكبير أو الدربي الكبير بين الأهلي والزمالك ما تذكر في هذه المباريات اللي كانت دائماً كبيرة وحاسمة وتتقلق فيها طبعاً الزكريات الجميلة هي طبعاً زكريات الأجوان بس أفضلهم كانت في 2006 كان دربي كان يوم 30 كان يوم عيد ميلادي إن أنا جبت جونين في الزمالك وكسبنا اتنين واحد هذه كانت واحدة من الأفضل الزكريات اللي أنا أفتكرها ضد الزمالك مين كان المدافع؟ في نادي الزمالك أو في الكورة المصرية بشكل عام كان دائماً بيبقى صعب عليك كان دائماً بيتعيبك ويدايقك أنت محتاج تعمل إفورت أو مجهود زيادة عشان تقدر تتعامل مع قوته ومهارته في الدفاع صعب جداً أنا أفتكر الأسامي دلوقتي بس أظن في الزمالك كان فيه دائماً لعيب كان فيه دائماً لعيبة قوية جداً كانوا دائماً بيحولوا أنهم ما يخلونيش أجيب جون بس مش فاكر بالزبط الأسامي بس فاكر أن فيه واحد من المطشاط أن احنا كسبنا 1-0 أنا جبت جون من عرضية من كابتن جيلبرتو كان الجون حارس المرمى بتاع الزمالك دائماً جداً وكان بيحاول أن أنا ما أجيبش الجون بس مش فاكر كويس جداً اسم اللعيب بس الزمالك كان دائماً عندهم لعيبة كويسة جداً كان عندهم كابتن سعيد كان لعيب في المنتخب المصري لفترة كبيرة كان بيلعف الإسماعيلي وكان عندهم كابتن طاري السعيد واحد من خطوط الوسط الكويسة جداً من أفضل خطوط الوسط اللعيبة ما كانش لعيب صعب ما كانش لعيب دموي أو ما كانش لعيب من اللعيبة العنيفة بس كان من اللعيبة الأقوية دائماً طيب، مانو والجوزيه كان بيقولكم إيه بف المباريات دي ومباريات الدربي الوقت ده اللي أنت كنت موجود فيه كان فيه تفوق ملحوظاً للنادي الأهلي على الزمالك وقتها عكس يعني السنين اللي ا FINATها السنين اللي فاتت أو السنين اللي قبلها كان دائماً في نيديا فيه اهلي وزمالك اهلي يكسب زمالك يكسب لكن الفترة دي كان فيه تفوق للنادي الأهلي كان بيقولك قال أيه مانو والجوزيه قبل هذه المباريات عشان بكلنا بنتكلم عن الدربي كانت هي هي ماتشاط الدربي بماتشاط من الماتشاط المهمة جدا ان احنا لكل اللعيب انهم يلعبوها بس طبعا الزمالك كان دايما عندهم لعيبة كويسة جدا عندهم الكابتن كان فيه لعيب وانا كنت بحبه جدا مع الزمالك الفرقة كلها بتاعت الزمالك كانت قوية كابتن شكابالا كان فيه كابتن جمال حمزة كمان كان واحد من الافضل اللعيبة اللي انا كنت بحبه اتفرج عليهم بس طبعا الاهلي كان في هذه المرحلة كان واحد من افضل النوادي في القرى وكنا دايما بنلعب في الماتشاط بقوة جدا مش مسألة ان النادي الزمالك كان مش ما كانش اسوأ او كان مش افضل من الاهلي بس اللي انا هقوله ان ماتشاط الدربي كل اللعيبة دايما عايزين يلعبوا في ماتشاط الدربي في الماتش دوت لان الماتش دوت فيه دايما مساحات كبيرة للعب دايما بيبقى فيه خبرات اكتر للعيبة لان الفرقتين دايما بيبقوا عايزين يهجموا كتير ما بيبقاش في مكان مغلق دايما بيبقى مكان مغلق في الملعب دايما الناس كان بتحب تلعب كان دايما كان دايما بيطلب مننا وكان بيقول ان احنا لازم نفضل زي ما احنا نلعب لعب جويس نلعب نعمل احسن ما عندنا في الماتشاط علشان نجيب احسن حاجة في الماتش لو سألتك على التشكيلة الافضل للنادي الاهلي اللي عبت جنبها لو تلك قولي عشر لعبين على مدار السنوات اللي عبت فيها مع النادي الاهلي عشر لعبين شايفهم التشكيلة الامسل بجوارك في الملعب من حارس المرمى حتى خط الهجوم اختبار زاكرة انا كنت بحب جدا لعب مع كابتن وسامر لان دايما لما كنت بلعب معي كنت دايما بيجيب جوان كتير لان احنا كنا دايما بنلعب لعب جماعي اكثر من لعب فردي فطبعا صعب جدا انا اتكلم على واحد او اتنين بس الاربع لعب ادول في الهجوم بتاع النادي الاهلي كانوا هم من افضل واهم الملعبين اللي كانوا بيلعبوا معي طب لو قلتلك قولي اسم او اسمين من نادي الزمالك وقت ما كنت بتلعب كنت تحب انه يلعب جنبك في تشكيلة النادي الاهلي كنت احب جدا اني العب مع الكابتانو الشيكابالا طبعا واحد من اللاعب الكبار وطبعا واحد تاني من اللاعب لو كنت لعبت معا كنت ممكن اجيب ايجوان كتير وكان طبعا الكابتانو كان رقم ستة كان لقا كان كابتن طارق سعيد هو رقم ستة كان حد في وسط الملعب كابتن عبد الحميد كابتن نا مش تاني حزيم مش حزيماما 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 مش ستة 14 بقا حزيماما كان واحد من اللاعب الكبار جدا اللي انا احب ان انا العب معه وطبعا وطبعا كنت احب ان انا لعب معه وطبعا طبعا كابتن شيكابالا لان لو كنت لعبت مع كابتن شيكابالا كنت اجيب ايجوان كتير جدا لانه واحد من اللاعب اللي كان بيعمل أسست كتير جدا وكان لعب كويس جدا لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع أمادو بلابيو في الجزء الثاني من هذا اللقاء بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة اخر واسماء كبيرة لعبت بجوارك وتعرفهم جيدا ونبدأ بالصورة الاولى انجيل بيرتو ماذا تذكر عن انجيل بيرتو صنع لك العديد من الاهداف مسلت معاه السنائية عبقرية في تاريخ النادي الاهدي انجيل بيرتو هو صديق من زمان جدا صديق نحنا من قبل ما نلعب في الاهلي لعبنا مع بعض كتير جدا في انجولا في بيترو اتلاتيكو وفي المنتخب الانجولي فطبعا واحد من اللعيبة واحد من الاصدقاء اللي حضور كبير جدا في حياتي في بيترو في نادي بيترو في نادي الاهلي وفي المنتخب طبعا طبعا عايز اعلاك سؤال مهم جدا ايه هو السر الاهداف يعني جيل بيرتو لما كان بيرفع كورة كان دايما في لافيو بيستقبلها هل كنتم تتضرعوا مع بعض تدريب خاص حجم التفاهم الواضح جدا بينكو ده جي منين تدريبات خاصة مسلا بينكو انتو الاتنين تبقوا عارفين بعض تكلموا مع بعض قبل المباريات دي حاجة بدأت من انجولا لان احنا لعبنا مع بعض سنتين قبل ما اجي مصر وكان كابتن كافلكنتي كان كوتش كافلكنتي كان بيمرننا كتير جدا كان بيمرننا كتير على العرضيات وطبعا ده اللي انا قلته قبل كده ده اللي انا قلته قبل كده ان لازم اللعيب يعرف اللعيب اللي معاه يعرف امتى هيشوت الكورة يعرف هيشوت الكورة الفين لازم نبقى اصدقاء كويس جدا لازم نبقى عارفين الكورة هتتشاط من امتى هتتشاط لحد فين هنطلع ازاي ده حاجة طبعا على حاجة ترجع للتمرين وطبعا ترجع ان احنا نعرف الكورة بتاعة اللعيب اللي معانا في الملعب هتبقى عامل ازاي وهتظهر فين تشوف الصلاة بعد كده صديق كبير جدا واحد من اعظم الاصدقاء اللي لحد الوقت واحد من الاشخاص اللي دايما ساعدني كتير يتكلمنا كتير لما بنقدر دايما بنتكلم دايما هو بيتصل بي دايما انا بيتصل بي دايما بنتكلم على مواقع عن التواصل الاجتماعي انا مبسوط جدا ان هو كان موجود في المنتخب للأسف هما ما ما قدروش يوصلوا للكاس العالم بس انا اعرف ان هو عنده عنده حاجة كتير جدا ان هو يقدر يقدمها للمنتخب المصري شوف الصورة اللي بعد كده العام ده عمان متعب متعب هو متعب هو اخويا في الملعب دايما كنا بنعمل ازدواج عظيم في النادي كنا احنا اصدقاء كويسين جدا بكلم معاه بس طبعا كل ما بنشوف بعض دايما عندنا كيميا كويسة جدا ما بيننا ما بين بعض شخص كويس جدا واحد من الاشخاص اللي انا دايما بحترم وهو طبعا بيحترمني جدا عظيم جدا شوف السؤال بعد كده محمد براكات 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 هو اللعيب ان كل المدربين يبقوا مبسوطين جدا ان هو يبقى معهم في النادي بتاعهم واحد من اللعيبة اللي دايما كانوا بيشجعوا اللعيبة في غرفة اللبس دايما هو اللعيب من اللعيبة القوية جدا عنده قلب كنا دايما بنسميه قلب الفرقة وعنده مهارة عالية جدا في الملعب ودم خفيف اكيد تفتكر مقلب اكيد براكات عمل فيك مقلب وطبعا هو دايما بيهزر كتير هو دايما بيهزر كتير جدا كنت بسميه كتير هو كان بيسميني كتير علشان كان بيكلمني بالعربي وانا كنت بقول خطير كتير دايما كان بيقولي كلمك كتير فانا دايما كنت بقوله يا خطير فهو دايما دايما صديق عزيز على قلبي دايما كان بيشجعني دايما في الحاجات الكويسة وفي الحاجات الوحشة نشوفي السورة اللي بعد كده عسامل حضري كوتش حضري برضو نفس الكلام الصديق عزيز دايما كان فيما بيننا مساعدات كتير دايما ساعدني في السنة الجديدة كان دايما كان دايما بيسق فيها كويس جدا كان عارف ان انا اقدر اعمل حاجات كتير وطبعا صعب ان انا اتكلم كل الكلام هيبقى قليل لان انا اعملت كويس جدا مع الناس لان انا كنت مبسوط جدا مع كل الناس انا ما كنتش في مكاني بس انا دايما كنت ببقى مبسوط مع كل زميلي في الملعب شوفتوا الواد كده شادي محمد كابتن شادي محمد طبعا دايما كان هو بيهزر جدا كتير معايا دايما كنا بنلعب كان دايما كابتن كبير بالنسبالي في النادي كان واحد من خطوط الوسط الجمال في التدريب او في التأسيمة كنت بتتفوق على مين في مدفع النادي لقد تتفوق عليه جامل جدا كان بيزعل منك اوش بيزعل منك كورة يعني انا فاكر حاجة واحد من اول التدريبات بتاعتي لما جيت علشان امز العقد اول تمرين لي كان رامي رامي ربيع رامي ربيع رامي ربيع رامي ربيع ورامي عاديل رامي عادي رامي عادي رامي عادي كان وسط كان رامي عادي كان كابتن رامي عاديل بالخطأ قد قدمه في مناخيري وخرجت من التمرين كان فيه كان فيه اصابة بس ما كناش دايما بنزعل لان احنا كنا بنعمل قول ما كناش بنداي طبعا كنت دايما صديق عزيز على رامي بس دي علمت معي شوية لانه كان اول تمرين بالنسبالي كان لما دا يحصل بس طبعا مع الوقت طبعا بقينوا قريبين جدا محمد سايد إذا كان جوبرت كان جوبرت كان دايما بقيني كان دايما صعب جدا كان دايما صعب جدا كان دايما بيعمل تاكل قوي جدا كان دايما الكوتش كان بيضايق مدا من هو بيعمل كلا لأنه هو كان دايما بيجيب بانالتيز على الفرقة فطبعا التاكل الكتير كان دايما بيعمل مشاكل الفرقة بس الحمد لله بقى أفضل في المتشاط اللي بعد كلا وهو طبعا كان جد جدا في المتشاط وكان جد جدا في التمارين وكان دايما ساعات في بعض اللعبين اللي كانوا بيتداقوا من الطريقة صحيح مدافع جامد مرسل طبعا تصعيد أه طبعا شمعان على تلفون كمان الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معي لوف لوفي بيو ايه جامبيس اللوقو حبيبي اي مزيكة جدا ايه تمام طبعا اه اتامي طبعا ساوها الجديد وانا التمام اه كان صعب جداً أن مهاجم يبقى يخوف أحمد سعيد لأنه كانت حد من الأشخاص العنيفة شوية في المتمرين كان قوي جدا في الدفاع فكان دايما من الأقوى اللعيبة وطبعا كلنا بنحترموا جدا في التمرين كابتن أحمد تقولي عن أمادوب لابي واحد من أبرز المعجمين اللي هم في تاريخ النادي الأهلي طبعا بالنسبة لي أنا في لابي وجلبرت وهم أعظم اثنين محترفين يوم في تاريخ النادي الأهلي عملوا كل حاجة الحمد لله كانوا مؤثرين جدا في السرقة انت عارفوا انت اما بتجيب واحد محترف لازم يبقى أعلى من اللي عندك لا دول أعلى بكتير مستوى فكري مختلف مستوى احترافي مختلف الاثنين غير القفار كان بيجوا مصر يمكن في لابيو أول ما جاي كان في شوية تعصرات معايا لكن احنا كنا كلنا سابورتي لي وكنا في ظهره لان احنا أنا لعبت عليه في بسرقات لكه وعارف إمكاناته كويس قوي وكنا كلنا بندفع عنه وانا احنا شفناه والحمد لله طبعا هو يعني أول موسم أحرض هدف بعد كده الحمد لله كان مرعب للمدعفين أفريطة كلهم صح ودي حاجة فارت معنا جدا طبعا في فكتوراتنا صحيح كابتن كبير كابتن أحمد السيد انا بشكرك شكرا جزيع على هذه المشاركة والمداخلة طيب بلابيو لو سألتك في الوقت الحالي الجيل الحالي للنادي الأهلي وأعتك انك تعرف مجموعة من اللاعبين في النادي الأهلي في الوقت الحالي مين من اللاعبين الحاليين كنت تحب انك تلعب جنبه؟ مين من اللاعبين الحالي علشان أكون صريح أنا بعيد شوية عن الفرقة لاني وأنا في أنجولا دلوقتي ما عنديش الفرصة كبيرة أن أتفرج على المشاركات بس دلوقتي في البطولة ديت أنا بحاول أتفرج شوية على المشاركات بس أظن بلوقتي فيه لعيبة قوية في الأهلي هو مش فيه لعيب الجناح الأيثر للأهلي أظن ان هو مش مصري بيرستاو معلول؟ علي معلول لفت باك علي معلول تونسي هو أجنبي أظن هو أجنبي هو مش مصري بس هو لعيب كويس جدا طبعا طبعا الأهلي بحط الكثير من القوة في الأهلي وطبعا فيه فيه واحد اللاعب المهاجمين اللي عمل جون في الزمالك في الموتش اللي عمل جون من بره المنطقة مش فاكر اسمه قوي بس هو عمل جون كويس قوي وهو العيب مهم جدا عمر السولية طيب هسألك دلوقتي بيتسو موسيماني هو أول مدرب أفريقي يجي يدرب النادي الأهلي ده فتح لك المجال أو فتح لك مجال التفكير إنك في يوم من أيام تيجي وتدرب النادي الأهلي مديرا فنيا ليه الفريق الأول؟ دي تفتحت في دماغي طبعا من زمان جدا لإني للعب للأهلي أو لتمرين الأهلي ده طبعا بيعتمد على الشغل طبعا أنا بحترم جدا المدرب اللي موجود دلوقتي لإني قبل الأهلي عمل شغل كويس جدا مع سانداونز طبعا دلوقتي هو عمل شغل كويس جدا للأهلي مفيش أي حد يقدر يقول أي كلام تاني وهو لسا عنده شغل كتير يعملوا مع الأهلي فالحاجة اللي أنا عايز أتمناها أتمناها فعلا لإني هما يكونوا مبسوطين ويكون ويجيبوا أكتر من بطولة للنادي وطبعا الدنيا دايما تعدي وطبعا أنا شغال في أنجولا دلوقتي وطبعا علشان آجي هنا وأدرب الأهلي لازم أعمل شغل قوي جدا ولازم أشتغل قوي جدا بقوة جدا علشان علشان تدريب في الأهلي عظيم جدا طيب آخر صورة هارضها معاك قبل مكتم هي صورة للاعب عظيم كبير نتذكروا بكل خير مع النادي الأهلي تتذكروا نعم كابتن محمد عبدالوهاب عبدالوهاب كابتن عبدالوهاب لعبت أول سنة مع كابتن عبدالوهاب للأسف إنه لما توفى أنا ما كنتش موجود هنا كان عندي موتش مع المنتخب الأنجولي وطبعا ده كان لي وقع علي صعب جدا كان شيء محزن جدا فضلت مدايق جدا ما كنتش ما كنتش في حالتي طبعا لإنه اللي حصل معا كان شيء صعب جدا لإنه هو كان صديق عزيز على قلبي كنا دايما أصدقاء كويسين كان دايما بيلعب مكان جيلبرتو بس عمره مكان أقل هو كان دايما واحد اللعاب الأقوية جدا كان بيلعب في المنتخب المصري جاب أكثر من جون كان عنده قوة رجل قوية جدا كان بيعمل عرضيات قوية جدا جميلة جدا للأسف اللي حصل طبعا كان شيء صعب جدا كان خلانا جدا مستقين ومدايقين رحمة الله عليه واحد من اللعابة العظيمة في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر أما عضو فلابيو إحنا كنا سعداء جدا وتشرفنا جدا بتواجدك في مصر دايما سعداء بتواجدك دايما طلتك وظهورك بالنسبة لنا حاجة تسعدنا جميعا إعلاميين وجماهير وكل شيء أشكركم جدا وأشكركم جدا على الدعوة الجميلة دي ودايما كل ما أقدر يكون موجود هنا وأنا طبعا أنا موجود معكم هنا بروحي وطبعا لما أكون يبقى عندي الفرصة لأنا أكون موجود هنا بنفسي أبقى موجود هنا مع المشجعين ومع حبايبي المصرين شكرا جدا شرفنا جدا أشكرك شكرا جزيلا وكامل التوفيق ليك دي كان نهاية حلقتنا النهاردة نهاية الجزء التاني من لقاءنا مع النجمة الكبير أما عضو فلابيو مهاجم النادي الأهلي الأصبك واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ الكرة المصرية والدوري المصري أشوفكم يا رب على ألف خير اشتركوا في القناة